السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعمين يا رب الكلوب خير النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم بقى ضرفة الخزين بالمناظبات بقى الجهزة اللي انا جبتها دي معاكم برضو طبعا بقى انا كده بنظفها الاول وهفك الكياس بتاعتها دي كلها وهخسلها وقلبها كده على وجهة لحد ما تنشف وانا اشوفها الاول بعد كده بمناديل ونيجي بقى نشوف مع بعض الضرفة دي انا كنت بحط فيها حاجة بعيدة عن ايد الولاد يعني حاجة اللي ممكن تتفتح كنت بحطها في الضرفة اللي فوق دي فلاقيت الموضوع يعني شكله مش حلو لان الضرفة دي زمانتوا بشوفتوا فيها طقم ستلس يعني طقم حلل فقلت لأ انا هفضي درافين دول واحط فيها الحاجة بتاعتي بحس ان هي تبقى مع نفسها مالهاش عراقه يعني ايه بالحلل والحوارات دي كلها فهبدأ الاول حاجة بقى نظف في الضرفة دي واشيل كل الحاجة اللي فيها دي بترمانات تاكت بترمانات ثلثة ايه شكلها طبعا حلو كبيرة فبخسلها وبنشفها كويس وبحط برضو فيها حاجات فهبدأ كده انوضف الدرفة كلها واشيل كل حاجة فيها طبعا زمانتوا شايفين بقى انا كنت كل بجيب حاجة بحطها في الدرفة هنا عشان ايه كنت عارفة ان انا كده هعمل الدرفة معاكم فكنت يعني مهملة فيها شوية كده بقى انا شيلت المفرش وهمسح برضو المبخ كده بفوتة طبعا هو نظيف مفيش فيه اي حاجة خالص انا بحب اتفرش مفارش لان المفارش لما بتتشال بتلاقي المبخ من تحتها نظيف فما بياخدش مني وقت وجبت الحاجة اللي في الدرفة بقى اهو التانية اللي هي تقم البايوريكس بتاعه وتقم الفخار وبقيت تقم الميلامين حاطته كله في الرف ده كده يبقى كده ده مع نفسه واروح بقى للدرفة دي فجت خلاص هبدأ بقى اشيل المفارش بتاعتها وامسحها برضو كده بفوتة اللي هي برضو نظيفة مش محتاجة اني تتغسل لاني كان فيها يعني ايه كان فيها تقم اللي هو البايوريكس يعني ازاز مكنش فيها حاجة يعني ايه توسخ المفارش همسح بقى جبت طبق الاول طبعا بس ما صورتوش معاك وحاطيت فيه شوية خل وشوية جنرال كده رجعته بتبقى حلوة وغسلت كده على طول المبخ وهبدأ انا شايفه برضو الفوتة اللي هي القطني دي طبعا ينشى في الاول وبعد كده هبدأ اضيف حط المفارش بقى بتاعتي وبعد كده هبدأ بقى ان انا انظم المنظمات بتاعتنا زي ما انتم بقى كده شايفين انا جايبة بقى حاجات عشان اعمل معاكو الدرفة كنت جايبة بقى الحاجة البكوليات دي دي العتس والعتس بجبة والفاصولية واللوبيا وكل الكلام ده وطبعا المنظمات انا قسلتها وكدت قلبهم كده على وشهم عشان يتصفوا خالص دي بقى كياس مكرونة اللي هي كتا فايدة وده فول عشان رمضان بقى نبقى ندمس فول هبدأ بقى ان انا افضي كل المنظم ده كان مكاركب جدا فيه بقى حاجات كتير ده دورة فشار وده اللوبيا ودوت كاربوناتو وده برضو عتس بجبة كان فايد برضو يعني كل حلقة بتفيد بصراحة كنت بحطها في المنظم ده على اساس ان انا ايه كده كده هعمل الدرفة بقى وهنظم الدنيا وده غط شان بترمناتو صغيرة كاكوة تغسلها وبردو قلت حطها في المنظم عشان ما اضعش مني في ايه حاجة هبدأ بقى افضي كده الكياس بتاعتي وهبدأ افضيها في المنظمات المنظم ده الصغير مش كبير ده اللي هو بياخد ده كيلو ونص المفروض انا ده الكيس ده نص كيلو يعني هو فعلا حلو قوي ممكن فعلا ياخد ده كيلو ونص يعني بس انا ميتهائلش ياخد كيلو ونص وممكن يكون بياخد كيلو يعني مسلا ياخد كيلو عتس ياخد كيلو لوبيا فاصوليا الكلام ده كله اهو هبدأ بقى انا اول حاجة حطتي العتس بجبة وحط بقى الفاصوليا اللي هي البيضة برضو اغطيها وحط برضو اللوبيا الحاجات دي كلها منظمات دي فعلا صح يعني بتاخدش اي مساحة خالص في المطبخ وفي نفس الوقت مرتباة ومخلياة تحفة بصراحة طبعا البترامونات المدورة بتاخد مساحة شوية لكن دي عشان رفيعة بتدخل كده في الدرفة وجميلة بتاخدش مساحة خالص حطت بقى انا كده العتس بجبة والفاصوليا البيضة واللوبيا وحبدأ بقى احط العتس الاصفر وطبعا لو عندك بواقي بقى كان قابلي كده حطيه برضو فوقيه بس حطيه في الاخر خالص عشان تستعملي القديم الاول هجيب بقى العلب دي العلب دي برضو جميلة اوي عجبان ان هي مفتوحة كده من فوق هحطي بقى فيها البقسمات او الفيجيتار ده فيجيتار كنت جايبية سايب كده كانت كيلو بعشرين جنيه جبت نصت كيلو فالعلبة دي تاخد فعلا كيلو هتاخد كيلو حلو يعني هي علبة جميلة وزا ما انتم شايفين كده سهلة ان انا افضي منها ايه الحاجة دي بقى انا قلت هحط فيها بواقي المقارونة كلها يعني اي كيس عندي مفتوح كان فايد منه مقارونة هحطه فيها على اساس ان انا لما اجي اعمل كشري تبقى العلبة دي معي ايه جهزة هحط منها واصله اللي انا عايزاه واللي يفيد يفيده برضو لما يكون فيه كيس فايد اضيف في الحبة اللي بقوا فيه بس كده واقفلها واشلو هجيب بقى معي بطرمانات الازاز اللي انا كنت غسليها بقى طبعا ومنظفها طبعا كويس ومنشفها هبدأ بقى اضيف فيها الحاجة التانية يعني معي هنا دورة فشار برضو بحب اعطها جدا في بطرمانات بصراحة بتبقى جميلة جدا ومبتاخدش برضو مساحة ولا كاركابة ولا تلاقي كياس كتير ولا الكلام ده خالص بس بصراحة الماكارونة مش بحطها في علب خالص ما بحبش احطها في علب جربت قبل كده ولقيت الموضوع يعني مش عاجبني قوي لان انا اصلا كده كده لما باجه استخدم كيس باستخدم كيس واحد اللي انا بعمله يعني في اليوم فمش مضطرة ان انا بقى افضل افضي الماكارونة في علب واخد من العلبة واسلق والحبارات دي فلا انا بقى انا بالنسبالي ممكن اه افضي الشعرية زي ما انتم كده شايفين لكن الماكارونة لأ انا باسلق كيس الماكارونة وبعمله على طول بس كده فضيت كده انا الشعرية وفضيت الفول ودوت ثاني عصفور كان فايد كده عندي برضو بس ما كانش عندي تاني هشتري طبعا بقى لان انتم عارفين خزين رمضان بنعشق الشربة في رمضان وبرضو انا بجيب على طول الماكارونة اللي اسبكت بحب بجيبها سايبة جدا مش عارفة لما بحبش اليها كياس بحب بجيب السايبة دي مش عارفة لي بحس دعمها اصلا بيبقى احلى كده يعني انا بحب السايبة اوي اوي ماكارونة اسبكت هفضيها برضو كده في علبتها العلبة دي جميلة جدا بتشيل ممكن كيلو شوية يعني ماكارونة اسبكت يعني انا حتى كيلو وكان في مساحة وكان في مكان تاني يعني ممكن احط مثلا كيلو نص فيها هتاخد كيلو نص حلو عندي بابة رمانات اللي هي الصغيرة دي دي بابة رمان كان مربة يعني ما تلاقيه كويس معاك ممكن تخسليه وتستعمليه عادي نفش اي مشكلة حطب بقى فيه اللي هو الفول التاني ده اسمه ايه اللي هو اللي احنا بنحطه مع الفول العادي وده كربوناتو كسين كده برضو كنت جايباهم هدفهم بقى في بطرمانكة صغير على قدهم الفول ده اسمه فول ماتشوش انا افتكرت ده بحط منه بقى يعني ماجي اعمل فول مثلا بعمل نص كيلو فول بحطها معاه ربع كيلو فول ماتشوش ده لازم وطبعا ربع كيلو عدس اصفر بيبقى جميل جدا هعملو ان شاء الله مرة معاكو هيعجبكو اول طريقة بتبقى حلوة او هجيب بقى المنظم التاني ده هبدأ ارس في كاس الماكرونا بتاعتي لان زي ما قلتلكم انا مش بفضي كاس الماكرونا بحب كده خليها بكاسها بحس كمان ان هي بز يعني بيكون متحافز عليها اكتر متغلفة في الكيس بتاعها وايه وكله تمام يعني هبدأ بقى احط المنظم ده من فوق لان انا مش مش استعمالي هيبقى فيه يعني على طول معروف يعني هاخد كاس ماكرونا وخلاص على كده وهبدأ بقى ارس من تحت المنظمات بتاعتي طبعا بقى ان اول مرة رسطها فمش عارفة بقى رسطها يمين شمال فوق من تحت مش عارفة خالص فهبدأ ان انا بقى افضل اغرب كذا مرة كده بس في الاخر هرسطه براسة حلوة واتبقى كل حاجة قدامي زبست كذا ما انتو كده شايفين اللي هي مكبيات دي طبعا ما ينفعش تحط فيها حاجة فوقيها التانية بقى نفع فحطيت كل اتنين فوقها جبت بقى المنظم التاني ده هبدأ احط فيه البطرمات اللي هي الازاز هيلم مها كلها مرة واحدة كده طبعا احلب كثير ودي بقى البطرمات الصغيرة بس عشالها تاني وده منظم بقى هبدأ احط فيه الازاز الزيت المنظم ده جامل قوي على قد يزاس الزيت كده بياخد تلات ازاز حلوة قوي بيرد بصراحة شلت البطرمات اللي هي الصغيرة وجبت بطرمان النشا وجبت بطرمان تاني كمفادي قلت برضو ايه اضيفه احطه كده يعني اما اجيب اي حاجة تانية احط فيها ده سلقكو التعامل برضو معاكو بيبقى جاهز كده بس لقوا مثلا لحمة او فراخ اضيف منهم علقتين على طول وعلى قول قاس وبقى خلاص كده خلق يعني الاكل خلاص خلصت جبت بقى منظم ده قلت انظم فيه احسن البطرمانات هتاخد كل البطرمانات اكتر بدل ما احطت في المنظم الورو الرفيع ده مش واخد كل البطرمانات لكن ده احلى المربع ده اخدهم كلهم وده هبدأ احط فيه الكياس المكرونة اللي فاضت الباقية المنظم تتلع كبير شوية في المكان ده فانا ايه هنقلهم في المنظم ده عشان ده ارفع شوية طبعا ده الجزء الاول من من تنظيم يعني الدرفة ان شاء الله الفيديو اللي بعد كده هننظم لكم بقية الدرفة اللي تحتها لان انا عاملة من فوق درفة كده للخزين اللي هو مثلا الولاد مقدروش ان هم يمسكوه يفتحوا ازادة الزيت الكلام ده لكن من تحت بادف الحاجات التانية بقى ليه استمنى والعلبة الدقيق كنت هحطها هنا بس تلقيتها مشكلها مش حلو شلتها هجيب بقى المنظم السغنطة ده وادف فيه كل كياس الملح اللي عندي اطبعا بحب اجيب كياس ملحي بالزيادة يعني تبقى موجودة عندي كالان ساعات ممكن يعني الدنيا تقف كلها على شوية ملح فلأ بحب بصراحة كل منزل اجيبكي سين ملح تلاتة كياس بقى عندي كده على طول هو مرقة الدجاج ما استغناش عنهم ابدا في البيت بس كده انا كده خلصت الدرفة ايه زمانتو كده شايفين يا رب كده تكون الرصة بقى كده عجبتكو وانطبعا انتو عارفين طول ما احنا عاديين بنغير وبنشيل وبنحط ونغير بنحب نجدد دي كالدرفة اللي من فوق كده خلصتها هقفلها بقى وبالمرة كده اخسلها كام من برا عشان انا خلصت ايه من من درفة كاف المبخ ما يبقاش كله مرة واحدة وابدأ ان انا اعمل المبخ اتعب فيه لا انا ببدأ مثلا درفة درفة لحد ما رمضان ما ييجي هكوني خلصت المبخ ومبخك زي الفل ومش هتحسي خلص بتعب خلص فيه ولا هتحس ان انت تعب تبقى اي حاجة انتظروا بقى ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيه بقيت درفة الخزنة